سنوات القتال في سوريا التي توشك أن تدخل عامها السابع أسفرت عن تدمير الكثير من المدن والبلدات والقرى على امتداد الوطن الجريح ولكن لم تحظى مدينة في سوريا بمثل ما حضيت به حلب من اهتمام دولي باعتبارها واحدة من أقدم المدن في التاريخ وكان لتدمير الشهباء عمرانيا معاني كثيرة ليس أقلها فقدان نموذج هندسي فريد يجمع بين التداخل بين المباني الحديثة والقديمة والأثرية التي يعود تاريخها إلى قرون مضت في أضرار كبيرة وحوالي 30% من الأسواق مجموعة الأسواق المسقوفة في حلب القديمة اللي يهم جزء منها هو السوق المستقيم تمتد بطول 16 كيلومتر ومساحتها 14 كتر حوالي ثلث مساحة هذه الأسواق متضررة بشكل كامل مستشار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة السوري عبدالله الدردري أكد في ورشة عمل في بيروت أن الدمار في حلب المركز الاقتصادي للبلاد لا يقدر بثمن تقريراتنا المبكرة تشير إلى أن الضرر في حلب يمثل ما يقرب من 15% من القيمة الإجمالية لخسائر الحرب في سوريا الضرر الاقتصادي هو أبعد من أن يحسب لأنك تتحدث عن مناطق صناعية كاملة من حلب دمرت تماما ثم أنه كيف يمكنك وضع رقم للخسائر في البلدة القديمة والسوق القديمة لا يوجد رقم على الأرض يمكن أن يوضع لفقدان أثر تاريخي وثقافي في حلب كما يرى الدردري أن مسؤولية إعادة إعمار سوريا التي يقدر كلفتها بأكثر من 360 مليار دولار مسؤولية دولية لاستحالة قدرة جهة واحدة على تحملها كل ما أستطيع قوله إن إعادة إعمار سوريا أو حتى حلب يجب أن تكون مشروعا دوليا لسبب بسيط جدا لأن الدمار يفوق قدرات أي جهة بعينها بعد سكوت أصوات المدافع وأزيز الطائرات في سوريا يبدو أن السوريين سيكونون على موعد مع معركة جديدة وتحدي كبير تمثلوا في إعادة إعمار ما دمرته الحرب ترميم ما يمكن ترميمه من آثار سوريا وكنوزها الحضارية